اشتركوا في القناة ربكم في دهركم نفحات فتعرضوا له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا هذه النفحات حيث أننا تعرضنا له وقدمنا بين يدي حاجاتنا النبي المصطفى وآله الأطهر كان حديثنا في مسألة الرحمة الإلهية وذكرنا أن القضية المركزية في دعاء أبي حمزة الثمالي هي هذه الرحمة وطبعا عندما نتسلسل بقضية الرحمة نرى أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة ومن أسمائه الحسنى الرحمن والرحيم ولعل مقاربة بين بعض الأسماء كما ذكرنا سابقا عادة الرحيم يقرن بالغفور ودائما نقرأ الله غفور رحيم إنك أنت الغفال الرحيم فهناك نوع من الزوجية بين هذين الإسمين لوجود نكتة مشتركة بينهما وقد ذكرنا سابقا سأن يمكن أن يستقرأ جميع الأسماء التي وردت في القرآن الكريم وأيضا عندما يدعو لابد أن يقرن الأسماء كما وردت في الشارع المقدس يعني غفور رحيم هذه التركيبة مو معلومة لإنسان إذا قال مثلا غفور رزاق تؤدي نفس الله وإنما قد تؤدي معنى آخر وهذه الزوجية بين الأسماء في بعض الحالات مهمة جدا والوقت الآن يعني الكلام ليس لها الرحمن الرحيم هذه الصفة وهذا الإسم الله سبحانه وتعالى جعله له وعندما بدأت رحلة الأنبياء بعض الأنبياء تميز بهذه الصفة أيضا وكانت ظاهرة عليه قطعا الأنبياء كلهم موطن رحمة لكن الله عندما يركز مفهوما معينا على أحد الأنبياء لإظهار الصفة الأبرز يعني مثلا الله تعالى عندما يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وآله يبين أن هذا الوجود كله رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكل ما جاء به النبي من علم ومن تشريعات ومن أفكار ومن تعاليم تدخل في عنوان الرحمة وكل ما تفوه به لسانه المقدس تدخل في عنوان الرحمة وهذه الخصيصة لعله امتاز بها نبينا ما بين نبينا وما بين آدم عليه السلام يعني آدمنا أيضا مجموعة من الأنبياء ومن الرسل والأوصياء وكل نبي من الأنبياء كما قلنا هناك حالة بارزة في حياته ونحن نؤمن أن الأنبياء أيضا فيهم تفاوت والرسل هناك تفضيل بين رسول ورسول وهذا التفضيل الله تبارك وتعالى أقر والأنبياء كل من لمرحلته لرسالته لنبوته نحن اليوم أردنا أن ندخل إلى بعض الأنبياء في سيرته ونرى مظهر من مظاهر الرحمة فيه كما وعدنا طبعا إبراهيم عليه السلام الذي هو محل كلامنا الآن سنبقى مع بعض الآيات الشريفة التي تسلت الضوء على بعض ما أنجز والأهم في إنجاز إبراهيم عليه السلام أولا لا يخفى على حضراتكم أن إبراهيم عليه السلام رفع لواء التوحيد في زمن الأصلى وحمل فأسه حتى ينتقم من جميع المعبودات غير الله تبارك وتعالى وقصة الأصنام ارتبطت بإبراهيم عليه السلام ارتباطا وثيقا والقرآن الكريم ركز على هذا الجانب في قصة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام بدأ يحطم الأصنام وبنفسه الشريفة حطم الأصنام المعبودة لم يأمر أحدا وإنما هو باشر تحطيم الأصنام بنفسه لأن مسألة الأصنام تعتبر أهم معوق حقيقي أمام مسيرته في الوقت الذي رفع القواعد من البيت الذي هو رمز التوحيد وقبلها بدأ بهدم وتحطيم كل ما يتعلق بأمر يخالف التوحيد وطبعا لاحظوا القضية هذا التهديم الظاهري يعني الذي حطم إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام لا شك أن قلبه كان ممتلئ غيظا على عبادة غير الله تعالى واستغل هذا التحطيم استغلالا جيدا في سبيل أن يحاجج القوم بحيث هو أبقى كبير الأصنام حتى يكون هذا الكبير الصنم الكبير الباقي حج على التوحيد اختفت في الوقت الذي هو هدم جميع الأصنام أراد أن يبقي شاهدا على سخافة عقولهم وجعل هذا الصنم أبقى هذا الصنم حتى يبين يبين سخافة هذا المعبود وأيضا يستدل بدليل على التوحيد بحيث عندما سألوا من حطم الأصنام توجهوا بالسؤال إليه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إبراهيم عليه السلام لم يقل أنا ولم يقل أنا لم أفعل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون وطبعا هذه فيها بحث فقه هذه الآية الشريفة أيضا لا أريد أن أتطرق لهنا بحث فقه مهم جدا هذه الآية في موضوع التورية وسؤال سألون الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الحادثة الآن كلامنا فعلا ليس فيها لكن فقط أريد أن أمهد فهذا النبي في الوقت الذي بدأ بنفسه أن يحطم الأصنام ويرى أن الأصنام هي المعوق الأساس يعني مقابل التوحيد في المقابل الإنسان عندما يدعو الله إلى عبادة الله هؤلاء يدعون إلى عبادة الشريك أو عبادة إله غيره وقطعا هذه مضرة في الدعوة بل هي تأخذ من نفس النبي مأخذا كبيرا لأن هذه هي المعوق أمام الداعي أمام النبي هذا نحتفظ به يعني قلبه سلام الله عليه امتلأ غيظا لأن هؤلاء خالفوا منهاج الفطرة وخالفوا أوامر العقل وعبدوا غير الله تعالى وبالنتيجة يأسف عليهم لكن النهوض إلى التوحيد والثورة للتوحيد جعلته يندفع بنفسه الشريفة في أن يحطم الأصنام لاحظوا مثلا ما هو شيء أشق على إبليس سالي الآن يريد أن يحارب إبليس ما هو الشيء الحقيقي لمحاربة إبليس السجد لأن كل سجدة من بني آدم تذكر إبليس بالعار الذي لحقه ولذلك في الروايات الشريفة أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد لأن بهذه السجدة إبليس تكبر وطرد من رحمة الله تعالى فكانت هذه السجدة تذكره بالعار الذي لحقه والإنسان كلما سجد كلما هرب إبليس طبعا السجدة أيضا عن وعي وعن فهم وعن وعن إبراهيم كذلك كلما شاهد صنما لابد أن يسعى لتهديمه لابد أن يسعى لتحطيمه لأن هذا وجود وجود الصنم هو النقيض من وجود الله من عبادة الله تبارك وتعالى حصلت هذه القضية في حياته ثم هاجر من الآن سنبدي بقصة إبراهيم بما يسمح له الوقت طبعا ونبقى مع الآيات الشريفة طبعا إنسان ترك خاله الحالة حالة الأصنام وقلبه مشبع بالوجد والمحبة إلى الله تبارك وتعالى فأخذ عائلته وذهب إلى مك طبعا مكة عندما وصلها إبراهيم لم تكن بلدة بالمعنى المعهود والقرآن الكريم ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بناء البيت ولعل قواعد البيت كانت موجودة قبل إبراهيم وإنما جاء إبراهيم أكمل البناء وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لأن في بعض رواياتنا أن آدم عليه السلام هو الذي بنى البيت أو هبط في موضع البيت بيت المعمور وعلى كل حال إبراهيم عليه السلام هو الذي بدأ ببناء البيت قبل بناء البيت لأن إسماعيل ولد في مكة وترك إبراهيم يعني ترك زوجته أم إسماعيل ورجع وبرجوع الثاني بدأ يابن البيت باعتبار إسماعيل بلغ مبلغ الرجال حتى يعين إبراهيم عليه السلام على بناء البيت فالرحلة الأولى المكة لم تكن بلدا معمورا فطلب إبراهيم من الله تعالى أن يجعل هذا بلدا ويكون بلدا آمنا بلدا بالتنكير بالتنكير بعد عودته سلام الله عليه في الوضع الآخر فعلا هي أصبحت بلد باعتبار قبيلة جرهم اقتربت من مكة فدع الله اللهم يأتينا إن شاء الله تعالى يجعل هذا البلد الآن بالألف واللام أجعله بلدا آمنا فإبراهيم عند رحلة رحلة جاء بزوجته وولد اسماعيل هناك والرحلة الثانية بعد أن رجع رجع مرة ثانية إلى مكة وبدأ بأن يشرع البيت السؤال ماذا فعل لنا إبراهيم نحن لا ننسى أخواني القصة تتعلق بالرحمة بالنتيجة إبراهيم ماذا صنع لاحظوا بعد النظر عند إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عندما تمكن من قضيتين مهمتين قضية التفت التحطيم الأصنام وبناء البيت وهذه الخصيصة تفرد بها إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام بنفسه فأكرمه الله أن بنى البيت بنفسه لم يأمر أحدا أن يحطم الأصنام هو بنفسه حمل فأسه وبدأ يحطم الأصنام فكوفئ على أن يبني التوحيد مركز التوحيد أيضا بنفسه كما أنه حطم مركز الشرك بنفسه الشريفة كافأه الله تعالى أنه بنى البيت بنفسه الشريف وهذه خصيصة تميز بها إبراهيم سلام الله عليه لاحظ فإبراهيم بالموازين العام الآن أصبح سلطانا أي قضى على أساس الشرك وأساس العبود لغير الله تعالى وبنى مركز العبود لله تعالى ثم إبراهيم عليه السلام بدأ يؤسس لمشروع كبير جدا يعني رأى هذا الأمور بأفق بعيد يمتد إلى مئات آلاف السنين ماذا فعل إبراهيم عليه السلام سأذكر مقطع في صورة إبراهيم وأذكر مقطع في صورة البقرة تتعلق كلاهما تتعلقان بهذا المقطع المبارك تلفيق بالآيات لاحظوا الدعاء الذي ذكره قال إبراهيم عليه أتحدث الآن عن سورة إبراهيم الكلام الآن عن سورة إبراهيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَيْهِمُ رَبِّي نَقِيْهُ فَحَطَّمَ عنها أصنام لكن المعنى اللفظي الصنم مقابل هذا الصنم الأصنام الأحجار التي تكون فنسب الظلال لهن قال وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْنَعْبُدَ الأصنام رَبِّ إِنَّهُنَّ أصنام أظلن كثيرا من الناس باعتبار مادة الظلال بالأصنام فنسب الفعل لهن وإلا الصنم وحده لا يضل ليس له قدرة أن يتكلم لكن وجود الصنم يجعل الناس تلتفت إليه فتعبد غير الله تعالى ثم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هذا المقطع أنا أحتاجه شاهدنا من أصل القضية هذا المقطع سأرجع له بعد لحظات إن شاء الله ثم قال رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرَع لاحظوا عبارته أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ مع أنه كان معه إسماعيل البعض يقول زوجتا أيضا كانت موجودة فأدخل الذرية فأدخل الزوجة في الذرية يبدو الكلام هذا غير دقيق أسكنت من ذريتي باعتبار إسماعيل عليه السلام ومن سيلد جعل هؤلاء في مكة ماذا يعبر عنه يقول بوادٍ غير ذي زرع يعني غير صالح أصلا للسكن قال إنسان قوام المعيشة المعيشة تحتاج إلى زرع تحتاج إلى ماء وطبعا بوادٍ غير ذي زرع يعني أيضا ماء لا يوجد به والماء حياة ما عدم الماء عدم الزراعة ما يمكن زراعة بلا ماء فتعبير مجمل على أن هذا المكان هو أمكان مو صالح للمعيشة أصلا لكن إنما أسكنتهم لنكتة أخرى هدف آخر وهو إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم لماذا؟ قال ربنا ليقيم الصلاة ثم طلب إبراهيم عليه أنا أرجو الالتفات إلى دعوات إبراهيم بالخصوص كل الأنبياء عدتهم دعوات لكن دعوات إبراهيم بالخصوص نرتفت إليها ماذا قال؟ قال ربنا ليقيم الصلاة ثم فاجعل قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر هذا الآن ملخص سريع لهذا الفعل ممن؟ من إبراهيم في سورة إبراهيم لاحظوا في سورة البقرة ماذا قال عليه السلام؟ لاحظوا قال وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس عفوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد ظالمين طرعا كل آية أخواني بها كلام كثير لكن هذا قد يخرجنا عن موطننا وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع أنا أقرأ الآيات بشكل سريع وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً ما قال اجعل هذا البلد في سورة البقرة اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم هذه الدعوة الأولى تلك كانت الدعوة الثانية بعد ذهابه ورجوعه قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير هذا الآن قال ربنا واجعلنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا لاحظوا من ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم ماذا قال قال ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذه عبارة ربنا وابعث فيهم رسولاً يشير إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا دعوة إبراهيم وفي نسخة أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى مبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فيقول صلى الله عليه أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وآله لكن الذي دعا هو إبراهيم عليه السلام هذا إلى الآن بهذا المقدار هذا جيد نجي إلى صورة أخرى تعرض شيء عن أيضا إبراهيم عليه السلام صورة هود أنا أنتقل بالآيات شيئا فشيئا لأن عندي نكتة فيها طبعا مع هود عليه السلام جاء ملخص القضية قرية لوط قرية ظالة وجاءت بالموبقات وهذا الفعل الشنيع هو ليس له علاقة باسم لوط عليه السلام لكن هذه القرية كانت تفعل الفواحش بعد أن استحكم غضب الله تبارك وتعالى على هذه القرية الذي يذكر المفسرون أنها قرية سدوم واقعة في الأردن الآن بالتقسيم الجغرافي الحديث الأردن بعض مناطق الأردن الله تبارك وتعالى أرسل ملائك وهؤلاء الملائك نزلوا عند إبراهيم عليه السلام وإبراهيم كان كريما عندما أراد أن يضعمهم رأى شيئا عجيبا رأى أن أيديهم لا تصل إلى هذا العجل الحنيد فخاف منه بعد أن سأل قالوا له نحن رسل ربك ما هي وظيفتكم قالوا وظيفتنا أن نأتي إلى قرية سدوم ونجعل عليها سافلة إذن هم ملائكة عذاب هم ملائكة عذاب وجاءوا حتى ينتقموا من هذه القرية الظالم أهلهم القرآن يستعرض قضية ويعطي صفة إلى إبراهيم فقط أأخذها ونرجع إلى قصتنا حتى يرتبط المعنى قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامة قال سلام فما ربث أن جاء بعجل الحنيد فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخذ إنا أرسلنا إلى قوم لوط وظيفتهم إذن هم أمنوا إبراهيم وقالوا نحن أرسلنا إلى لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب طبعا غير مرأة أم إسماعيل استغربت قالت يا ويلة ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب شوفوا التعبير القرآني وهذا بعلي شيخا يعني ليس في بداية حياة إبراهيم القصة وإنما في أواخر حياته وهذا يناسب مع مجيء ثانية إلى بناء البيت أيضا في أواخر يعني عمر الشريف قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد المجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى سكن من جهة الملائكة وبشر بإسحاق ويعقوب هدى إبراهيم الآن قال يجادلنا في قوم لوط طبعا المجادلة المراددة الأخذ والتفتوا ولا شك إن إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يجادل بغير علم هذا واحد ثانيا لا يمكن لإبراهيم أن يطلب من الله ما لا يجوز لا يمكن فالمجادلة هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يتكلم مع الملائكة في أن أنتم ماذا تريدون قالوا أرسلنا إلى قوم لوط ما هو وجه المجادلة لماذا بدأ إبراهيم عليه السلام يجادل قالوا يجادلنا في قوم لوط ماذا يقول القرآن عن إبراهيم في هذا المقطع حقيقة هو يركز على القضية يقول القرآن إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب وإنهم آتيهم آتيهم عذاب غير مردود حقيقة هذه الآية إنسان هو يتأمل بها إبراهيم عليه السلام لا يمكن لا يمكن أن يطلب من الله تعالى ما لا يجوز عندما جادلهم في أمر لوط القرآن بدأ يمدح إبراهيم في الوقت الذي يقول يجادلنا إلى أن هدى إبراهيم سكن الروع منه جاءته البشرى هناك شيء في داخل إبراهيم عليه السلام لا بد أن يتكلى لماذا تذهبون تنتقمون من لوط القرآن بدأ يمدح إبراهيم عليه السلام ما هو مدحه قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب لاحظوا الصفات التي مدح فيها إبراهيم حليم إبراهيم وهذا هي صفة الله تعالى لا يمنح لأي أحد والحليم الذي يتحمل الذي يصبر وأواه كونه دائما يتأوه إلى الله تبارك وتعالى منيب أيضا هو دائما راجع إلى الله إبراهيم عليه السلام كأنه لا يمكن أن يغيب الله تعالى عنه أصلا لكن بطريقة خاصة في إبراهيم لماذا بدأ يجادل ماذا أراد منهم روايات أهل البيت عليه السلام تقول كالتالي التفت المسألة قال أنتم ماذا تريدون من هذه القرية قالوا نريد أن نعذبهم قال جيد إذا كان فيها عشر من المؤمنين تعذبون قالوا لا نعذب قال إذا فيها تسعة قالوا لا نعذب إذا فيها ثمانية إذا 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 فيها واحد قالوا لا نعذب قالوا إن فيها لوط مقتضما قلتم لا تعذبون إن فيها لوط قرآن الكريم يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا ليس في مقام دفع إبراهيم عما بدأ شفق إن إبراهيم عليه السلام الآن التفتوا الآن هذه الرحمة الموجودة عندك يا إبراهيم الآن اترك قطعا إبراهيم لا يطلب من الله ما لا يجوز يعني لا يقال لإبراهيم أنت كيف تطلب من الله تعالى ذلك اترك هذا الأمر هذا لا يمكن أن يكون في حق الآن القرآن في مقام أن يمدح إبراهيم يسمع على إبراهيم يقول أعرض عن هذا ثم يردف قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ماذا نريد أن نبين من هذه القصة حتى نرجع إلى قصة إبراهيم نريد أن نبين أن إبراهيم عليه السلام كان مملوء رحمة والله تعالى جعل إبراهيم مظهر من مظاهر الرحمة كل مسيرة التوحيدية لا زال قلبه مملوء رحمة لأنه يعلم أن مصير الكافر إلى أين سيكون فيحاول أن كما الله أجاب دعوته يطلب من الله تعالى أن يخفف أن يترك العذاب الآن من باب أن هؤلاء لعل فيهم خيرا من باب أن هؤلاء لعل فيهم شيء يمكن أن يصلحون القرآن الكريم يقول في هذا المقطع أن هؤلاء لا يمكن إصلاحهم الآن يا إبراهيم هذه دعوتك في حق هؤلاء اتركها لأن هؤلاء انتهى الأمر لا يمكن أن يكون فيهم شيء يصلحهم قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم العذاب نستفيد من هذه القضية أن إبراهيم كان عنده شيء عظيم من رحمة الله تعالوا الآن إلى سورة إبراهيم ولاحظوا الإشكال الذي ذكره البعض على هذه السورة نرجع إلى المقطع الذي وعدناكم أن نرجع لاحظوا في سورة إبراهيم قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هذه خصيصة إبراهيم بعض المفسرين شو التفتولين هاي فمن تبعني فإنه مني مقتضى المقابلة ومن عصاني فإنه ليس مني مقتضى المقابلة طبعا اتباع إبراهيم يعني انتباع نهجة انتباع شريحته ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه ليس مني مثل ما كان ابن نوح ابن نوح عصى الله تعالى إنه ليس من أهلك القرآن الكريم يتحدث عن ابن نوح القرآن يتحدث أنه هذا ليس من أهلك لماذا؟ عصى فلا تنفعه الآن القرابة المجرد إذا كانه عاصيا عن الله تعالى فقالوا مقتضى المقابلة أن هناك كلام ماذا؟ مقدر فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه ليس مني هذا الأول فهناك تقدير في الكلام بمقتضى المقابلة ثنيا أن إبراهيم عليه السلام كيف يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم كيف إبراهيم يطلب المغفرة للمشركين كيف؟ افترض أن هؤلاء مشركون فلابد أن يطلب أن ينزل يطلب إنزال العذاب عليهم لابد أن يطلب إنزال العذاب عليهم فبدأ المفسرون في تخريج هذه القضية أنه هؤلاء لم يكونوا يعني عندما طلب إبراهيم عليه السلام لم يطلبهم للمشركين وإنما طلبها للذين عصبه يعني باقي هو مؤمن باقي مؤمن لكن لا يفعل أفعال العمل الصالح والبعض قال أنه لا يعلم بما سيفعلون على كل حال إذا ترجع إلى التفاسير تجد محاولات لتبرير هذه الدعوة من إبراهيم عليه السلام لأنها تتقاطع مع الدليل أو الوضع العقلي والشرعي الوضع العقلي أن هذا عاصل الله تعالى أنا أطلب المغفرة إلى ماذا شرعا أيضا هذا مرفع لواء الشرك كيف أنا أطلب المغفرة إلى فإذا ثبتنا الإشكال نحتاج إلى تخريج هذا الإشكال يتناسب مع مكان إبراهيم عليه السلام لا يمكن إبراهيم أن يطلب شيء لا يجوز فلابد أن نبرر لإبراهيم شيئا نجعل طلبه يتوافق مع الموازين هذا أصل الإشكال فالإشكال ما هو كيف يطلب إبراهيم الغفران لهؤلاء كيف يطلب فبدأ الجواب تارى يقول هذا ليس شركا تارى يقول هذا في لا يعلم مصائر ما تكون ولا يعلم أن الشرك مثلا من الذنوب التي لا يخفر لها بعضهم هكذا قال فلاحظوا أجوبة هي قد لا تنسجم مع سياق القرى والبعض منها حاول أن يعني أيضا يجيب بجواب يسلم عن الإشكال لكن هناك خصيصة تفرد بها إبراهيم أنا إنما ذكرت آيات سورة البقرة وآيات هود لتسليط الضوء على نكتة أن شخصية إبراهيم عليه السلام تختلف عن شخصية بقية الأنبياء طبعا ما خلى سيد الأنبياء سلام الله عليه نبينا عليه وعلى جميع الأنبياء ورسل أفضل الصلاة والسلام تختلف هذا الحال لإبراهيم الذي جعل يجادل الملائكة في أن يخفف العذاب عن قوم لوط مع علمه بما يفعلون لكن بدأ يناقش بدأ يريد أن يستنزل رحمة الله تعالى لهم والقرآن يمدحه يعبر عنا أنه لحليم أواه منيب ورأفة به يا إبراهيم أعرض عن هذا قد جاء أمر ربك لا يمكن أن نسلخ إبراهيم عليه السلام من هذه الوقاع المتعددة ونقول هنا يفهم وهنا لا يفهم حشم وإنما الرحمة التي في إبراهيم عليه السلام ذكرنا قصة في العام الماضي أن إبراهيم عليه السلام كان على جبل كان في مكة ومعه غنيمات والله تعالى أنزل ملائكة حدهم على جبل أبي قبيس والآخر هناك وسمعهم هذا يقول قدوس قدوس هذا يقول سبوح سبوح فإبراهيم فإبراهيم قال أعداها ولكما كل ما أملك هذا التعلق بالله تعالى وتلك الرحمة التي في قلبه يمنع أن يكون المعادل فمن عصاني فأنه ليس مني هذا يمنع معادل الآية هذا المعادل هو الموجود في الآية لحظ فمن تبعني فأنه مني ومن عصاني أدب إبراهيم لم يقل يا رب ارحمه قال فإنك غفور رحيم إبراهيم عليه السلام معادل هذه الآية قال من عصاني من تبعني أنه مني هذا على الموازين هو إبراهيم رحمة هو أراد أن يجعل كل الناس له قال ومن ذريتي جعل بعد أن الله تعالى أعطاه الإمام قال ومن ذريتي الله قال لا نعهد الظالمين هناك من ذريتي من لا يستحق وهذا منصب كبير وعاء إبراهيم حريص على أن يطلب كل خير إلما إلى ذريته ثم قال من تبعني فإنه مني حتى وإن لم يكن من ذريتي ما دام هو تبعني فإنه مني فإذا أحد عصاني إبراهيم لم يقل اللهم انتقم منه إطلاقا وجود الرحمة في قلب إبراهيم عليه السلام جعلته يلجأ من الدعاء إلى أن يدغدغ إذا صح التعبير المجازي يتملق إلى الله بأن من صفاتك الرحمة معادل الآية هو هذا أقول خصوصية إبراهيم عليه السلام أن فمن عصاني فإنك غفور رحمة هذا منتهى الأدب مع الله تعالى إبراهيم لم يطلب شيئا حتى نقول لماذا يطلب إبراهيم المغفر للمشرك أوكل الأمر إلى الله تعالى طبعا الذي عصاني ليس عصي شخصي أطعا إبراهيم الذي يريد لا يريد أنه العصيان الشخصي وإنما هذا المنهج فأني أكل أمره إليك لعلك تغفر له لعلك تغضب لكن بحسب علمي إبراهيم بحسب إن رحمتك أوسع من غضبك رحمتك سبقت الغضب فأنا من تبعني فإنه مني من عصاني فإنك غفور رحم هذا لخصوصية إبراهيم وإلى ما لمعنى يجاد القوم لوط بالقرآن متحة ملائكة نعذب قوم لوط فبدأ إبراهيم عليه إذا يريد أن يمنع العذاب عن قوم لوط وإن كان بلوط نفسه باعتبار فيها لوط لوط مؤمن زوجة لوط لم تكن مؤمنة فقط لوط مؤمن إن فيها لوط قالوا في آيات أخر نحن أعلم بمن فيها عندك آخر مؤمن غير لوط لا إذن أعرض جاء أمر الله تبارك وتعالي هؤلاء الآن فمن تبعني فإنما من عصاني منا إلى يوم يبعثون فإنك غافر رحيم هذه الرحمة التي طلبها إبراهيم عليه السلام لاحظوا اللسان ليس لسان يا رب ارحمهم من عصاني ارحمهم وإنما جنب نفسه يقول من عصاني جنب الانتقام منهم لعلك تستشكل تقول نوح عليه السلام عندما طلب الخير إلى أتباع بعد دعا عليهم إنهم إن كذا يلدوا فاجرا كفارا لا تذر منهم أحدا إذا تقرؤون سورة نوح لكن نوح متى دعا هذا الدعاء أيضا شبيه بقضية لوط بعد أن حاول جهد الإمكان أن يدعوهم وأن يصبر عليهم وأن يستنزل واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هذا كل لم يستجيبوا فانتهى فإنما دعا عليهم أيضا بأمر لأ الفرق بين نهر إبراهيم هذا أن إبراهيم عليه السلام لم يدعو عليهم وإنما أوكل أمرهم إلى الله تعالى لأن إبراهيم تميز بخصيصة أن إبراهيم حليم أن إبراهيم يعلم أن مصير العباد مصير كذا ما هو أن مصير النار هؤلاء إذا عصوا فإن مصيرهم إلى النار فإبراهيم عليه السلام ماذا يحاول يحاول أن يدفع العذاب عن هؤلاء إذا تتأملون في هذه الرحلة الإلهية التوحيدية لإبراهيم عليه السلام ترون أن إبراهيم هذا كان له تكريم أن هدم الأصنام وحطمها بيده الشريفة الله كرمه بنا بيته بيده الشريفة فيعلم إبراهيم مقدار الرحمة التي عند الله تبارك وتعالى وهو تعلم هذه الرحمة وكان رحيما كان حليما كان شفوقا وهو أبو الأنبياء رحمة بنا دعا لنا أن يبعث فينا نبيا منا والنبي صلى الله عليه وآله يكرر لعله هذا المطلب أنا دعوة إبراهيم يعني مع عشرات مئات السنين إلى الوراء أنتجت دعوة إبراهيم سلام الله عليه هذا لوجود المبارك للنبي وين الإشكال في إبراهيم كله رحمة تحطيم الأصنام رحمة بناء البيت رحمة والآن الناس تحج على سنة إبراهيم عليه السلام رحمة تمثل الشيطان رماه ليس له علاقة بشيء خلاف الرحمة للبشر عندما وصلت النوب له وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام دعوة هذه رب إنهن أظلن كثيرا من الناس فمن عصاني فإنه مني هذا يناسب من تبعني فإنه ومن عصاني ما يناسب انتقم منه لخصوصية إبراهيم عليه السلام فإنك غفور رحيم الله تعالى يريد أن يخفر يريد أن ينتق من تقم لكن وظيفتنا إنك غفور رحيم هذه السيرة لإبراهيم عليه السلام أين ختام المطلب ماذا تنتج أن الطمع في رحمة الله تعالى يجب أن يبقى عند كل أحد هذا هو المهم إخواني الإنسان في بعض الحالات يتذكر أن عصاه فعصيان يجعله يضعف عن الدعاء للخير هذا أيضا نوع من العالة الكبيرة هذه الإنسان إذا تذكر المعصي عليه أن يضاعف الدعاء لأن الله تعالى رحيم الله تعالى غفور والعبارة الشريفة فإنك غفور فإنك غفور رحيم وهذه الجملة أو هذا الازدواج بين لاحظوا بالقرآن الكريم بالدعاء إنك غفور رحيم أو إنك أنت الغفار الرحيم دائما الرحيم تسبقها قضية الغفرات والإنسان لاحظوا يدخل إلى الله تعالى من هذه النقاط إخواني في شهر عظيم شهر رمضان يعني النبي صلى الله عليه وآله لا يتحدث عن الهوى وعندما يحرص على أمته وهو أرحم علينا من أنفسنا يحرص ويوجه هذا الخطاف في بداية شهر رمضان شياطين مغلول يقول أسأل الله أن لا يفك وقد ذكرنا في الدعاء السابق في دعاء أبي حمزة ماذا نقول الله تعالى خيرك إلينا نازل وشرنا الله تعالى الله تعالى محض خير فهذه الدعوة من إبراهيم عليه السلام فإنك غفور رحيم يدل على عمق إبراهيم عليه السلام كنبي وآثار علينا اللي هي أنتجت النبي صلى الله عليه وآله عندما نظر بأفق بعيد وأيضا الإخوان علينا أن نتعلم من إبراهيم الإنسان يتوفق لزيارة إلى أم الأطهار عليهم السلام لزيارة أبي الفضل سلام الله عليه دعاء دعاء لابد أن يكون فيه آثار وعمل الإنسان بشخصه عندما يعمل والدعاء عندما يدعو تجتمع هذان الخصيصتان الإنسان يتوفق والله العالم منزلة إبراهيم يوم القيامة ما تكون منزلة نبينا ماذا تكون نحن نجهل يعني عمليا عمليا لم إن شاء الله تعالى إذا توفان الله تعالى وهناك نرى ذلك الوجود المقدس وتلك الصلاحيات الممنوحة لنبينا صلى الله عليه ما شاء الله تعالى قطعا هذا لم يأتي من فراغ ونحن ما علينا إلا أن فتحت الطريق علينا أن نلج هذا المسلك يعني هذه الطرق كلها تؤدي إلى رحمة الله تبارك وتعالى هذه رحلة مختصرة لإبراهيم عليه السلام الذي دعانا لها أنه إبراز هذا الجانب جانب الرحمة جانب الحلم عند إبراهيم عليه السلام وكيف كان يتعامل مع الأحداث بهذه الرحلة الطويلة أنا أدعوكم إلى قراءة قصص الأنبياء بمصادرها يعني اللقيقة والتأمل بتلك الآيات الشريفة التي تنبئ عن الأحداث المهمة والقضايا المركزية في حياة كل نبي من الأنبياء نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتزيد الجميع وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الضيبين والطالح